كابتن حمزة فنياً بقى كيروش متوقع منه ايه في مباراة مصر القادمة في كاس الأمر أو في كاية تحديدة لمواجهة المنتخب النجيري؟ أولى مواجهة منتخبنا الراطني في كاس الأمر كيروش يعني السيستم بتاعه أو أسلوب لعبه ألعب بأربعة تلاتة وطالما أنا بألعب بأربعة تلاتة يعني دي خطة هجومية دي خطة هجومية وأنا يعني قبل ما هتطرق لنقطة الناحية الفنية يعني أنا عايز أقول بشكر يعني وزير الشاب والرياضة بعد تصريح كيروش والمسؤولين في اتحاد الكورة معرفش كان أستاذ جمال علام كان لسه نتيجة الانتخابات أو كده لما صرح قال إحنا مش مطلوب مني أن أنا أنافس واخد كاس الأمم وده تصريح لا يلق بإسم مصر أبدا صراحة صراحة كابتنان حامزة ومقلوش نصا كده هو قال إنه اتفاقي كان مع اتحاد الكورة أو هدف اتحاد الكورة معي كان الوصول لكأس العالم بس هو ما قالش إنه هو مش رايح يعني ما قالش نصا إنه هو مش رايح ينفس على كاس الأمم ومعناه إنه هدفي إنه أنا أوصل لكاس الأمم معناه إنه أنا مش هاخد كاس الأمم تمام ده 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 تفسر بكده يعني يعني يقصو دي اللي بينه السطور طبعا طبعا بس هو أكيد هيبعايز فطبعا مصر دولة مش لأ دولة كبيرة وبالأرقام احنا الأكبر وباللعبين عندنا أحسن لعبين في العالم وعندنا من أحسن اللعبين سواء المحليين أو نني أو غيره أو كده فلازم يعني الخلفية التاريخية ديا تديني ثقة لللعبين وتديني ثقة للجهاز وتديني ضغط نفسي على المنتخبات اللي هلعبها أصلا ده شيء مهم جدا في كرة القدر من الضغط النفسي أضغط عليهم باسمي بالتشيرتي بتاعي بأسامي اللي عندي وأكسب وروح بس ده لازم يكون جوه اللعب لأننا أكون عند الثقة اللي أنا كنت بقولها من شوية على كهرباء أننا أعرف قدراتي عالية والنتائج بتاعتي عالية فلازم وما أتغرج بقى أنزل أبزل جهد وتماسك وسقة داخل الملعب أكسب صحيح دي نمرة واحد في آخر أربع بطولات إحنا خدناهم والخمسة خرجنا من الكاميرون واحد صفر مش كده اتنين واحد اتنين واحد كانت السيستم إيه كنا إحنا بندفع كويس كان منتخب مصر مع كابتن جهري 98 بيدفع كويس جدا وكان خد البطولة مع كابتن حسن 6 و 18 و 10 بندفع كويس جدا وكان بلعب بداية خمسة اتنين ويأمن ويشتغل بالتلت الهجومي بزدان بابوتريكا بمتعب بكل شوء باسمه عمر زاكي بميدو كده فكان السيستم ده سيستم رائع سيستم مهم جدا 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 وده اللي خلنا وميستر كوبر كان هو بيدفع وكان ينتقد ان هو بيدفع ولكن وصل للفاينال فده انا عايز اقول ان ان 4-3-3 طالما حلعب ب4-3-3 يبقى دي طريقة هجومية طريقة ايه؟ هجومية واي طريقة بتعتمد على خلق المساحة واستغلال المساحة وغلق المساحة اي طريقة واسلوب داخل المرعب لازم اخلق مساحة واستغل المساحة واغلق مساحة